هذه أجوبة الإيمان هذه أنواع القرآن أحكام الدين تنبئنا الحق وشرع الرحمن لا عزة إلا بالتقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أغرودة شفاهنا عطر ألسنتنا بلسم قلوبنا تزكية نفوسنا نور الله فينا اللهم صلي وسل وبارك على هذا النبي الكريم الذي أرسلته رحمة للعالمين وبعد فيا أخوة الإيمان هذه حلقة أخاطب فيها نفسي قبلكم وأخاطب فيها أساتذتي من أهل الدعوة ومن أهل العلم ومن الكتاب ومن الصحفيين ومن المثقفين ذلك أن الجماعة التي عندنا الفريق الذي في مركز بيان للرد على الشبهات والافتراءات رصد خلال الأسبوع الماضي أن هناك حلقات عبر اليوتيوب مدتها عشر دقائق هذه الحلقات خطاب عقلي دخل على واحدة منها أكثر من اثنين مليون في بحر خلال خمسة أيام أي أن هذه الرسالة تجد عند الشباب قبولا تجد عند جمهور اليوتيوب والإنترنت وتويتر قبولا مما دعاني لما أخبروني أن أطلع عليها وأن أجمع فريقا من الصحفيين وأن أجمع فريقا من بعض المخرجين على قدر حالي الذين أعرفهم وجعلنا ننظر في هذه الأفلام القصيرة التي تخاطب العقل والفكر سيناريو مكتوب بإتقان ودقة وإحكام وتعبير راقي جدا ناعم جدا خطاب لا يسيء إلى الآخر أبدا وهو يبرر للأفكار العلمانية لكن التقديم تقديم شيء تقديم راقي جدا يجمع المعلومات من القنوات الإسلامية ثم يضعها في المواجهة هكذا بأسلوب يظهر النقص يظهر الضعف وكلها تقوم على أن المسلمين ليس لهم في الحوار العقلي المسلمون عندهم انفعالات ويقفون عند مسألة الشريعة والشرع وليس لهم في الحوار العقلي ويدللون على ذلك بمواقف ومن يوم نتطالع أن خطبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان وهو يتحدث فيها قال كلمة من أهم المهم وهي أن الناس لا تخاف ولا ترفض الشريعة لكن قد ترفض البشر قد ترفض الذين ينادون بتطبيق الشريعة خوفا من جفائهم خوفا من عنفهم خوفا من شدتهم خوفا من أخطاء تفكيرهم هذا حق صادق ما قاله فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان الأكذوب التي تبرر الآن الخديعة القورة التي تبرر بزكاء بارع بدون سب ولا شت ولا عدوان وإنما بلغة ناعمة تسري في المشاعر ويدلل عليها بحقائق يعني الذي كتب السوناريو والذي أعد له هذه المعلومات هذا فريق عمل الناتج منه عشر دقائق على اليوتيوب نجح في أنه في خمسة أيام يدخل على الفيلم الواحد من هذه الأفلام أكثر من 2 مليون بطبيعة الحال لا بد أن نرد لكن هل رد بمحاضرة؟ لا المحاضرة دي ليست للرد على ذلك لا المحاضرة دي لتهيئ الأمة لتهيئ الأساتذة لتهيئ القنوات الإسلامية اسمع كيف نرد ماذا نقول هذا معلوم ماذا نقول في القرآن وفي السنة وهذا محدد ليس من عندياتنا لكن كيف نقول وبطبيعة الحال الفن قوة لجأ إليها أهل الباطل في السيطرة على الشعوب لماذا؟ لأن الفن قوة تأثيرية اليهود من خلال ديزني لند استطاعوا أن يجعلوا الفكرة الصهيونية فكرة جمالية يقتنع بها العالم ويتبرع لها العالم كله ويحميها العالم كله ويظهر في المقابل البيئة العربية على أنها بيئة تتسم بالانفعال والجهل والعومة إلى آخر هذه السوقات والسلبيات في عندنا ضوابط في قيم وضعها القرآن لن نخرج عن هذه القيم بل أنا أذكرك وأنا في مرحلة الدراسة وأنا في كاليفورنيا في جامعة يوسي آر وأدرس شيئا من هذه المناهج الخاصة بعلم اللغة والخاصة بقواعد التفكير العقلي كان جزء من المنهج دراسة الثقافة الأمريكية فدرسوا لنا فيلما هذا الفيلم ليست به امرأة مبتزلة هذا الفيلم ليس به أي شيء يمكن أن يعترض إلي عليه إنسان صاحب خلق لكن الفيلم فيه فكرة ومخدومة بشكل مشاعري وبشكل من الأدلة وبشكل من الحالة الفنية العجيبة جدا من هنا العقل ودور الاستدلال العقلي في بيان الحقائق هل فعلا المسلمين وهل القرآن وهل السنة أسست بإن نحن أمة أمة سمعنا وأطعنا نعم أمة سمعنا وأطعنا في ما يقوله الله لنا لكن في حوارنا مع الآخر كيف يعلمنا القرآن نحن لا نحتاج إلى أن ننفعل لأن القرآن علمنا أن لا ننفعل نحن لا نحتاج بل يأمرنا القرآن أن لا نسب أحدا وأن نجادل بالتي هي أحسن مسألت العقل كيف ينظر إليها القرآن تعال معي لنرى القرآن في حواره مع الخصوم ومع الآخر كيف كان يستخدم لاستدلال العقل أول شيء حينما رضى القرآن شبهة تعدد الآلهة شو القرآن كيف يسوق هذه الشبهة وكيف يجيب عليها ربنا سبحانه وتعالى يبين أن تعدد القيادات مفسدة لأي مؤسسة فما بالك بالأرض كلها فيقول سبحانه لو كان فيهما أي في السماوات وفي الأرض آلهة إلا الله لفسدته أي فسدت السماوات والأرض ويبين توضيحا كيف يكون الفساد فيبين ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ليه؟ شوف ربنا الخطاب العقلي إذن لذهب كل إله بما خلق دايقل الشمس ملكي وأنا خلقتها دايقل القمر دايقل الأرض دايقل النجوم دايقل السامة دايقل الأرض هذه هي نواحي الاختلاف والفساد إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض هكذا يناقش القرآن الإنسان مناقشة عقلية وهو يرد شبه التعدد الآلهة لأن المشركين أنكروا على رسول الله أنه يدعوهم لعبادة إله واحد أحد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة بقى إحنا لين آلهة كثيرة ونطلب من هذا كذاك ونطلب من هذا الإله كذا بهاي هو كده يجمع الآلهة دي كلها ويخليها إله واحد انظر إلى فساد الفطرة فيصحح الله لهم بالمناقشة العقلية تعدد القيادات مفسدة لأي مؤسس ده هيدي خصمه ده هيدي مكافأة ده يخليه فيه حضور وده يخليه فيه غياب لا يمكن لذلك ربنا يناقش هذه المسألة مناقشة عقلية أيضا شبهة إنكار البعث بعد الموت لما جوا وقالوا يعني معقول الإنسان بعد أن يتحول ويصير طرابا يحييه الله الذي يحدث عنه محمد صلى الله عليه وسلم ويبعثه وربنا سبحانه وتعالى يجيب على العاص بن وائل في الحديث الصحيح لما جاء إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء العاص بن وائل وجاء بعض بالي قديم هش ثم فركه بين أصبعيه حتى صار رماضا ثم جاء أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفخه في وجهه وقال يا محمد أتزعم أن هذا العظم بعد أن صار رماضا يحييه الله ويبعثه قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله قادر فأنزل الله قرآنا في ذلك يعلمنا كيف نعالج الأفكار القاطعة كيف نحاور الآخر في أفكاره التي يبسها ضدنا سواء من قناعاته أو سواء من زيفه أيا كان أنظر يقول ربنا سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة انظر إلى أصلك فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظامة وهي رميم ده هو الذي قاله العاصر بن وائه من يحيي العظامة وهي رميم ويجيبه الله عز وجل كن يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي ربنا يبين له فساد فكرته بأن إعادة الشيء أهوى من إنشائه أول مرة يعني تقول لي عايزين استيديو زي ده بالتمام يبقى سهل لأن المقاسات معروفة المواصفات معروفة الكاميرات جابوها من إن معروفة المهندس اللي صمم موجود فده يهسر إعادته وهو الخلاق العليم سبحانه جل جلاله وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده يعني زي ما بدأوا قادر على إعادته وهو أهون عليه يعني الإعادة أهون بحكم العقل ثم يناقش القرآن هذه الفكرة الفاسدة يبين سوءة هذه الفكرة لكن بأسلوب راقي جدا انظر إلى هذه الربانية في المناقش العقلية هذه قرآن يناقش فبين أن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة هذه واحدة ثم بدأ يصحح الفكرة عن الإله التي في زهن العاصب نوائي التصور الفكرة الزهنية الصورة الزهنية عن الإله في حياة البدو القبلية آنذاك إن إله من عجوة بيجوع ويكلوا أو إله من خشب ممكن حد فنان في الصناعة يصنعنه إلها أجمل فيبيع هذا ويشتري ذاك فهي الصورة لآلها مزيفة ليست آلها ولا يصلح أن يطلق عليها آله فربنا يقول له إن من صفات الإله الحق وهو الإله الذي يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا به أنه عظيم القدرة فيخلق الشيء من ضده الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون سواء كان ده إن الشجر ينشف وبعدين نولعه نتخذ منه وقودا للنار أو هناك شجر ينمو في بعض الغابات غابات الهندية في أندونيسيا في مدينة باندونج في الجبال التي هناك أنا رأيت هذا الشجر بنفسي مجرد احتكاك بشيء حاد على الجدران تتولت شراره وممكن تتطلع على هذه الحقيقة العلمية وتفاصيلها لو دخلت على موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وتكتب الآية تأتيك الحقائق العلمية وتفصيلها بشأن الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ويستمل القرآن في بهان طلاقة القدرة لهذا الإله الذي يدعوهم لعبادته محمد نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيبين أن الله عز وجل خلق من خلق ما هو أعظم وأكبر من خلق الإنسان أنت مش تصعب العملية دي تبقل له بص الحاجة أكبر ربنا خلاها يعني دي مسألة هينا مسألة يسيرة ليه؟ لأن ربنا هو اللي آد لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ده أعظم وأكبر فربنا سبحانه وتعالى يقول له أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم لا يتزال الآيات تصحح الفكرة الخاطئة عن الإله في زهن العاصر ابن وائل وبعدين يبين له أن الخطأ جاء ليهم منين؟ انتبه الخطأ جاء لهم من أنهم قاسوا قدرة الخالق على قدرة المخلوق فقالهم مش ممكن أصح والله لو قلت على إنسان يحول الرمادة إلى يحييه ويخليه نفس الإنسان اللي كان قبل كده دي مسألة مستحيلة ليك حق فيها عاصر ابن وائل لكن هذا في حق الإنسان فما تقس قدرة الخالق الذي هو على كل شيء قدير الذي له طلاقة القدرة على قدرة الإنسان بيبين له خطأ ومن أين تصربت الشبهة إلى ذهن يترفق به بيفهمه فيقول له إن الإله الذي يدعوكم محمد لعبادته إله عظيم قدرة على كل شيء قدير ومن طلاقة قدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إيه رأيك ده خطاب عقلي خطاب عقلي القرآن نزل هاديا للعقل ليس هناك كتاب سماوي ليس هناك دين كرم وأجل العقل مثل القرآن وسنعود إلى هدي القرآن في ذلك والأدلة العقلية لكن أريد أن أبين هنا حقيقة من الحقاق التي بيّنها علماء السلف ووافقهم أيضا وصار على هديهم علماء الخلف من العلماء الأجلاء الأسبات وهي أن العلم بالنسبة للعقل قسمان قسم في العلوم الكونية طب وهندسة وفلك وفي جوف الأرض وجوف البحار العلم ده ربنا أطلق أطلق العقل فيه بلا حدود فيش حد يعتلق وإنت داخل المعمل بتبحث بل أنت مكلف بالبحث العلمي والتخلف العلمي جريمة في حق المسلمين ده في العلوم الكونية العلوم التطبيقية لكن علوم الغيب اليوم الآخر القبر الجنة النار الملائكة أنا بخاطب أي إنسان عاقل هل ممكن حد يعمل بحث يقوم ببحث في أطرحة ماجستير أو دكتوراه أو بحث خاص أو هيئة تتبنى يقولون الله إحنا عايزين نشوف حال الملائكة في الصيف فعايزين نشوف حال الملائكة بالليل نشوف حال الملائكة بالنهار ونجيب الكاميرات ونجيب أدوات المعمل ونبحث ونشوف هل ده ممكن هل ممكن ناس تقولوا عايزين نشوف أحوال الجن في المناطق النائية ونجيب الجن وندخلهم المعمل ويبقى دي تجربة هل ده ممكن هل ممكن حد يقول هاعمل بحث في درجات الحرارة الموجودة في جهنم وأجيب القياسات الخاصة بيها هل ده ممكن هل حد ممكن يقول أنا هشوف الشجر الأخضر في الجنة المواد المكونة للخضرة والأكسوجين اللي فيها وهذه البحوث هل ده ممكن العقل لا يستطيع دي أمور خارج قدرة العقل وملياء من أين يتأتى العلم من الخالق سبحانه وتعالى لذلك نزل القرآن هاديا للعقل قل له في حاجات أن تتأخذها من الله عز وجل عن طريق الرسل ما يخص الدين ما يخص الأخلاق ما يخص علم الغيب حتى الأخلاق أهل أخلاق موازين البشر مضطربة في سان فرانسيسكو من الكلام ده من عشرين سنة وأنا كنت هناك والإخوة وروني الحكتين في بحر السنة اللي كنت موجود فيها قامت مظاهرة في شوارع سان فرانسيسكو تطالب بإباحة الإجهاض والشحفين قاعدوا يكتبوا وإن دي حرية ويجب أن لا نقف في طريق حرية المرأة إلى آخر بعدها قامت مظاهرة أخرى بأن حق هذا الجنين والعدوان عليه وإن ده غير أخلاقي فقامت مظاهرة طالب بتجريم الإيجاب دي موازين البشر ولا يزالون مختلفين ده يقيم بأسلوب ده يقيم بأسلوب فإن الآن في أسبانيا تقييم البطولة والشجاعة ده معيار يختلف عن معيار المعيار اللي ربنا جعلوا للشجاعة مثلا لما ييجوا في حلبة الثيران وييجي البطل اللي نازل عشان يكون أمام هذا عزكم الله أمام هذا الصور وهو عارف أنه هو يتغلب على الصور مرة اتنين تلاتة هينتهي الأمر بأن بقرن الصور ده يضربه في قلبه ويموت لكن حلم البطولة أن الناس كلها السقفل والجرائد هتكتب بيضحب عمره تحت اسم الشجاعة لهذه اللعبة البشر قد تضل الفتر قد يخطئ العقل العقل يخطئ ويصيب فربنا سبحانه وتعالى هدانا في الأخلاق جاء القرآن هديا للعقل في مسائل الغيب التي يعجز العقل عن الوصول إلى شيء فيها لأن يعني ليست له أدوات لكن القرآن في العلوم الكونية العلوم التطبيقية هذه العلوم طالب العقل بأن يكتشف وأن 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 إلى آخر إذن العقل في القرآن أفلا يعقلون أفلا يتضبرون ده حتى في الدين العقل أساس التكليف المجنون لا يكلف المجنون لا يكلف فإذن دور الاستدلال العقل في القرآن مسألة مهمة جدا ولغة العصر مهمة جدا أن نأتيها بالضوابط الشرعية أنا منقول لكش أن احنا حولها الكذا وكذا وكذا من اللي أنت خايف منه أبدا بالضوابط الشرعية وده ممكن 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 جدا طيب تعالى نقول حاجة تاني كده من اللي القرآن عملها وأنا أخذ يعني نمازك فقط إبليس وشبهته لما أمره الله بالسجود قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ما سجدتش ليه إبليس قال أنا أنا خير منه ليه خلقتني من نار وخلقته من طين طيب شوف القرآن يعلمنا اللي الأسلوب أسلوب إقناع مش كل حاجة بقى اشتيمة أو اتهام لا 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 القرآن هو الذي علم الدنيا اللغة النعمة اللغة الزكية مخاطبة الفكر مخاطبة العقل الإقناع عدم الانفعال عدم التهور طيب لما إبليس كده شوف ربنا علمنا القرآن قال إيه بي الله مش المسألة كده إنما القرآن كشفه وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر ده اللي حملك على كده الكبر الكبر فخلي بالك في عيب بداخلك اسمه الكبر هو الذي حملك على هذا الجماعة مع كل الأنبياء وربنا سبحانه وتعالى في سورة سبق وهو يحكي قصص الأنبياء ورحلة البشرية معه بيبين إن كل نبي لما ييجي الجماعة الأسرياء واللي سميهم القرآن الملأ علية القوم واللي بإيهدهم الحل والعقد بيشوفوا نفسهم مزايا ليست لباقي الناس ويصابوا بما يمكن أن يقال بالنرجسية يعني لما يتعامل بأسلوب خاص وشايف إنه هو ما يستحقش للناس تستحقه إلى آخر ذلك فلما جات شبهة إن لما القرآن بيبين لهم إن الجنة طريقها الطاعة وإن المعاصي أخرتها النار رأفة ورحمة بهم فعليهم أن يتذكروا فيقولوا للأنبياء وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين إحنا أصحاب العزوة عندنا أولاد وعندنا أموال كثيرة وأصحاب الجاه معقول إحنا نتعذب ده إحنا اللي بنوكل الناس وبنصير أمور الناس مش ممكن لا الكلام ده مش ممكن ولا زالت هذه الفكرة في أزهان كثير من الناس وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين القرآن قال لهم إيه انظر أولا قال لهم المال اللي عندك ده والأولاد اللي عندكم دي نعمة من الله مش انت اللي جبتا وما بكم من نعمة فمن الله شوف ربنا يقول لهم إيه قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللي عندكم ده من فضل الله أدي أول حاجة بفهمها لهم ربنا فدي تستوجب الشكر للتعالي على الآخرين النعمة لا لتتعالى بها وتتفاخر بها على الآخرين بل تستوجب الشكر لأن المنعم الذي أنعم بها هو الله وبعدين يقول لهم بقى أموالكم دي وأولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة مش دي المال والأولاد دي مش سبب قرب من الله شوف الخطاب العقل الذي يبين لهم وما الإيه سبب القرب لا ده بيقول من آمن وعمل صالحا العمل الصالح والإيمان هو سبب القرب من الله سبحانه وتعالى إذن القرآن كان يعالج الآخر ويعالج الأفكار الخاطئة بالأدلة العقلية أنت تعرف من الأدلة العقلية عشان نهتم بالمسألة دي وأنا لي طلب من المسلمين وأنا أزعم أن بين الصحفيين وبين الفنانين وبين المخرجين وبين كتاب السوناريو يعني من يحبون الله ورسوله أكثر مني وأكثر من كثير من أمثال يعني ولهم غير على دينهم وعلى الإسلام ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في الخطاب العقلي مع الآخر وتوضيح الحقائق ودور الاستدلال العقلي يعلمنا يعلمنا ضرب الأمثال فمثلا لما ربنا حب يرد شبهة أن لله شركاء فبقول لهم الشركاء اللي انتوا بتقولوا عليهم دول كلهم عكس لا يستطيعون شيئا فشوف ربنا بقى ما يقولهاش كده على طول سبحانه وسبحانه من هذا كلامه لكن شوف ربنا يضرب لهم الأمثال فيقول ايه في آخر سورة في أواخر سورة الحج يا أيها الناس والخطاب للناس لكل البشر ضرب مثل فاستمعوا له الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الزباب ده كائن ضعيف تستحكره البيئة العربية بيقولهم لو اجتمعوا عشان يخلقوا ذبابا واحدة مش ممكن ومن ضعفهم خلي بالك وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه ما يقدرش يرجعه تاني ودي فيها حقيقة علمية إن ما يأخذه الذباب يتحلل فورا ولا يستطيع أي جهاز علمي أو أي حقنة أو أي سحبة أو أي وسيلة أن تسترد هذا الغذاء لأنه يتحول بعض الامتصاص مباشرة وهو يمتص فبيقولهم إن هم إذا كانوا عجزوا عن هذه الأمور في الزيت تستعينوا بيهم شوف ضعفهم إنهم عاجزين عن خلق هذا الكائن الضعيف والكائن الضعيف ده لو خدم لهم حاجة من طعام أو شراب فهم عاجزون عن استرداد ما سلبه منهم ضعف الطالب والمطلوب يبقى العقل يقول ما يصحش إن احنا نجعل لله شركاء لأن كل هؤلاء ضعاف والله لا يحتاجه الله عظيم القدرة انظر لكن أنا في كل ذلك أريد أن نقف على هذه المناقشات العقلية للإقناع مطلوب منا أن نبين للآخر نحن نقول سمعنا وأطعنا فيما يأتينا من الله سبحانه وتعالى من قرآن ومن رسول الله من سنة لكن مع الآخر الذي لا يؤمن ولا يقتنع ولا كذا لا القرآن علمنا أن نخاطبه بالدليل العقلي ونبين ونقنع والقرآن قادر على المواجهة لأنك تعبر عن حقائق لا تعبر عن زيف تعبر عن حق ولا تعبر عن باطل فأنت لا تحتاج إلى أن تنفعل أنت تحتاج إلى أن تواجه بحكمة وبصيرة وعقل وتؤذى وتعرف وتقول إيه الناس تجتمك أنت ما تجتمهمش ليه؟ لأن القرآن اللي قال ادفع بالتي هي أحسن ليس بعد قول الله قول ما فيش حد بقى ييجي يقولك أصل مبرر وأصل دول ليس بعد قول الله قول ليس بعد بيان الله بيان ادفع بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ادعوا إلى سبيل ربك النصوص في هذا كثيرة وواضحة واضحة الدلالة لكن القوة مش في أن الواحد يجتم حد لا القوة مش في العنف لا القوة الحقيقية القوة الحقيقية في قوة الحجة في الفهم في الوعي في الإقناع إنك تقدر تحول اللي قدامك من موقفه الشرير إلى موقف خير من موقفه الضلالي إلى موقف إيماني من موقفه المعادي إلى موقف يحترمك ويعاونك ده بقوة الدليل والقرآن يعلمنا ذلك وعندنا حقائق في ذلك أخي الكريم يعني من الحقائق أيضا التي بيّنها الله سبحانه وتعالى إن فيه أمور نستعين فيها بالحقائق العلمية الموجودة بسنن الله الكونية وده نتعلمه منين نتعلمه من هذه مخاطبة عقلية في محجة إبراهيم للنمروس لما ربنا بيقول لنا بيعلمنا قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فالتاني قال له إيه قال أنا أحيي وأميت ربك بيحيي ويميت وأنا أحيي وأميت جابت نين حكم عليهما بالإعدام ثم عفى عن واحد منهما قتل هذا وعفى هذا فوهب له الحياة قال له خلاص أنا أحيي وأميته فجاء له بحجة لا ترد الحقائق العلمية العلم محايد لا يجامل أحدا سنن الله الكونية قال له إباه قال له قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يقدر ما يقدرش هنا وما ينفعش الجذل فيها ولا الصفصطة ولا يقول موضوع إنشة ولا يتحايا لا فيه شمس تأتي من المشرق تقدر تجيبها من المغرب فبهت الذي كفر القرآن يعلمنا هكذا القوة في الحجة ليست في ساب ليست في انفعال ليست في شات القرآن يعلمنا ليس هذا فقط بل أخي الكريم هناك أمور كثيرة ويمكن أنا حكيت لكم قبل كذا ما تعرضت له وأنا في مهمة علمية في جامعة ليتس من أحد العلماء اليهود لما قال لي أقولها سريع أذكر إخواننا بيها واللي ما سمحهاش نقولها له لأنها مهمة جدا وإحنا في حلقة منقشة لطلبة الماجستير والدكتوراه أنا كنت رايح هناك أستاذ مساعد فكان نضجت معرفتي فقعدت جنب ديفيد العالم اليهودي والعلماء دول بيدوا ماجستير ودكتوراه في القرآن لبعض الناس اللي بيروحوا هناك خلي بالك وأحيان يحصل غسيل مخه أحيانا وأحيانا يجب أن يعاد النظر في أن تكون البعثات في أمور تفيد المسلمين من علمهم هناك المهمة علينا هذه قضية أخرى فديفيد في اللغة العبرية ديفيد في العربي هو داود فهو قال لي يا ديفيد قلت له نعم قال لي والله أنت عندكم هو بليخ في اللغة العربية وعالم عنده مناقشات عقلية خطيرة جدا فهل أنت عندكم علماء اللغة العربية يعني حين يصيبكم العجز عن تفسير شيء وتوضيحه تلجأون إلى التأويل يعني إيه إلى التأويل يا تقول دي مجاز ويباب التأويل الواسع وتضحكون بهذه الأمور على أنفسكم لكن هذه الأمور يرفضها العقلاء أنا قلت له مثل ماذا يا ديفيد قال لي زي الآيات اللي نزلت رضا على أبي جهل لما توعد محمد صلى الله عليه وسلم أنا بحكي نص اللي قاله تقريبا بأن لو هو نفذ وعده يعني ويطأ رأس النبي عليه الصلاة والسلام إن رآه ساجدا عند الكعبة فيا ربنا سبحانه وتعالى سيهلكه هو جهي يعمل كده ما أدرش وجعل الله بينه وبين النبي نارا في أحاديث واضحة في ذلك لكن بيث القصيد إن القرآن أنزل قرآنا أنزل ربنا قرآنا في هذا قال إيه قال كلا لإن لم ينتهي إن ما بطلش ده أبو جهل بالكلام ده وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسفعا بالناصية السفع هو الأخذ والجذب بقوة كده لنسفعا ده سفع يسفع سفعا ده فعل سفع نسفعا نسفع بس الفعل هنا تلاقيه منون العين عليها فتحتين وبعدها ألف الفعل لا ينون الذي ينون هنا هو الإسم وده أحد فعلين في القرآن الكريم اللي هم جوا على خلاف القاعدة اللغوية أن الفعل لا ينون وده موجود في بعض الاستثناءات اللغوية في الشعر الجاهلي إنت بيحصل لما يبقى فيه لفت انتباه فيه شيء مهم هنا فعايز ربنا يأكد الفعل ليس بنون التوكيد لأن توكيد الاسم أكثر توكيدا من توكيد الفعل الفعل مرتبط بزمن حدث مرتبط بزمن مؤقت لكن الاسم مش مرتبط بزمن فجاب له تنوين الاسم ليعطي ليلفت الانتباه إلى تأكيد هذه الحقيقة لنسفعا بالناصية قال لي لغد ده ماشي ده كلام أنا بشرحه لك لكن هو قال لي إيه ساعتها الناس فعن بالناصية وبعدين الغير مقبول عقلا إن القرآن يقول ده كلامه الغير مقبول عقلا إن القرآن يقول وصفا للناصية الناصية هي مقدمة الجبهة الحيطة دي يقول وصفا لها مقصية كاذبة خاطئة يا داود الذي يكذب هو اللسان أهلة الكلام والذي يخطئ الجوارح الإيدين هي اللي بتضرب وتسرق العين هي اللي بتنظر الحاجة مش كويسة الأذن تسمع الحاجة اللي مش كويسة الجوارح هي التي هي التي تخطئ لكن القرآن يصف الناصية إنها كذبة وخاطئة ما إن الذي يكذب اللسان والذي يخطئ هي الجوارح وليست الناصية كيف ذلك يا داود في الحقيقة كان السؤال مفاجئ فقلت له دعني أنا أحترم العلم دعني أراجع وأعود إليك بالإجابة واتصلت بأستاذنا المرحوم الدكتور تمام حسان لأنه كان من أكثر الناس عملا في علم الدلالة والمعنى اتصلت بالمرحوم أستاذنا الدكتور عبد صبور شهين لأن له دراسات في القراءات القرآنية أمتي هو لغوي يمكن ليه مخرج فيه اتصلت بأستاذنا الدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية أمد الله في عمره وأعطاه الله الصحة قالوا لي يا داود هو ذا اللي وارد في كتب التفسير التأويل رحت المركز الإسلامي في مدينة ليدز شمال إنجلترا اللي أنا قاعد فيها والجامعة فيها اسمها جامعة ليدز ليدز دي اسم السيسة يعني هي سيدة لكن هي المعنى الديني بيخلوها يبقى قديسة يعني فبيسموا الأسماء هناك لزيك سان فرانسيسكو سان هزيه دي كلها أسماء لأشخاص يقدسونهم لأنهم كانوا قدسين لأنهم كانوا كذا كذا فالمنطقة دي كلها أسماء هكذا المهم فرحت المركز الإسلامي فسألتهم فمن الله عليه أنت وانت بتبحث ما تعرفش متى يأتيك فضل الله المهم والذين جاهدوا فينا لأنهم سبولنا نحن كلفنا بالبحث ولم نكلف بالنتائج فبقدر الله وجدت أستاذ هناك أستاذ مخ وعصاب ومهتم بيه القرآن ومحب لآيات العلم في القرآن قال لي يا داود دي فيها حقيقة علمية إيه الحقيقة العلمية باختصار قال للفصل أمامي من المخ هنا في الناصية عند الجبل في نقطة هنا الأول دي منطقة بروكا اسم الراجل اللي اكتشفها منطقة بروكا دي لإيه قال لي المنطقة دي دي للتحكم في الكلام المنطقة اللي بعديها للتحكم في السلوك وقال لي بقى جامعة منسلفانيا في أمريكا وكاليفورنيا بيعملوا بحوص على المنطقتين دول عشان يطوروا جهاز كشف الكذب عشان ما يعتمدش على المبضى والحاجات دي فالمخابرات تتغلب عليه الواحد يجذب وما ينفعلش فما يتأثرش فيمر لا يحطوا أسألات استشعار حساسة جدا هنا في النقطتين دول ويعرفوا إذا كان بيجسدوا ولا لأ وأيضا وهم بينموا العبقرية الفزة وإيجاد عبقرية فزة بدأوا يعملوا أبحاث عن النقطتين دول قلتوا اسمع الكلام هيموت على لساني أنا راجل لغوي إنما ده علمك أرجوك تيجي معي خدت له أذن من رئيس القسم ورح معنا وعرضنا الحقيقة بقول له يا ديفيد قال لي تب سيبني أراجع المهم راجع وجه تاني مرة قلت للدكتور لازم تيجي برضو لحسن يضحك علي ويغلبني ويبقى هنا أنا يهمني الإسلام سيبك من مني أو من أي حد فجه قلت له يا ديفيد دي المسألة لا لا طلع الصحيحة صحيحة يا ديفيد فبهت الذي يكبر احنا عندنا حقائق في القرآن القرآن ده كنوز والله كنوز من الحقائق العلمية كنوز من الحقائق العلمية مش محتاجين نفعل ده احنا معنا جوهرة عظيمة أصلية جدا بس عايزين نحسن عرضها عايزين نعرف نتكلم عن القرآن نتكلم عن سيدنا رسول الله عايزين نحسن الحديث عن الإسلام الوسائل التعبيرية المعاصرة لابد أن نخضها مش هنكتفي بقى شفت الجماعة دول قفرة شفت الجماعة دول سفلة شفت الجماعة دول مش عارف إيه وأسكت وأسكر هنا كلمة شيخنا المرحوم وأستاذنا الشيخ محمد الغزالي عليه الصحاء والرحم لما يقول في أحد كتبه إنهم أي الخصوم الأعداء المخالفين اسمه يمتدون في فراغنا يعني إيه فراغنا أنا لما أكون مدرس وما أدخلش المحاضرة بتحتي يقومي نادو حد يديها في فراغ يطلب من يملأه لو أنا إمام مسجد وما رحتش أصلي في الأوقات يبقى في حد هيجي يملى الفراغ ده لو ما رحتش خطبة الجمعة يشوف حد يخطب ليهم فالفراغ يطلب من يملأه فأحنا لما نكسل ونترك أدوارنا بنعمل فراغ هم يملوا الفراغ ده بالباطل أنت ما ملتهوش بالحق ما أددش دورك إنهم يمتدون في فراغنا ويقول كمان يقول يعني كلمة جديدة وكليه كلمات تصحي الأمة كده قولي الآفة أن يكون حامل لواء الباطل أذكى من حامل لواء الحق فينتصر الحق بذكاء حامله ويضيع الحق مع الإشي وكان بيصحين بها بغباء حامله خلي بالك لابد نتعلم تعلم من قرآننا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من علماءنا من السلف الصالح كيف يكون الحوار الزكي وكيف نواجه المعركة بين الحق والباطل الخير والشر دي فيها آية مش تنتهي وما هي إيه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ده التدافع بين الحق والباطل التدافع ده سنة جارية إلى يوم القيامة فلازم نتعلم إزاي نعرف نقدم دننا ونقدم قرآن ربنا سبحانه وتعالى يكفيني أننا يعني أشكر لك هذه المسائل القرآن أيضا وهو يعلمنا في الخطاب العقلي يعلمنا أن نلجأ إلى حقائق التاريخ حقائق التاريخ حج عقلي إزاي عارف لما اليهود والنصارى اختلفوا دول يقولوا إبراهيم نصران ودول يقولوا إبراهيم يهودي يقول القرآن وبي حجهم في كده وينبههم يقولهم إيه يقولهم كلام يعني مهم مهم للغاية يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم أنت مختلفين ليه وده عمال يقول ده يهودي وده يهو النصران شوف ربنا يقول إبقى شوف الدليل التاريخي العقلي وما أنزلت الطورات والإنجيل إلا من بعده ده هو جاءب ليكم جاءب ليكم فإزاي أنت تقوله كذا سبحان من هذا كلامه سبحان من هذا كلامه وهذا بيانه من الأمثلة أيضا في هذا الأمر إن القرآن بيعلمنا في الخطاب العقلي يعلمنا شيئا مهما للغاية وهو إيه وهو إن احنا نبين اسمع حكمة التشريح ومقاصد التشريح إزاي أي نبين للناس إن ربنا يحل لنا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس اللي بيحرموا ربنا كل شيء ضار كل شيء يأتي بالشر واللي يحلوا ربنا هو المفيد النافع لذلك وصف الحلال في القرآن يقول إيه حلالا طيبة الحلال ده وصف الحلال ده حكم حكمه إيه حلال ولا حرام ده حلال طبو طيبا قال ده مش وصف للحكم الشرعي لا ده وصف للمتع به للاستمتاع به الحلال يحقق لك الخير وتستمتع به وتنتفع به نبين ده نقول له مثلا الخمرة حرام ليه لأنها تغيب عقلك فتخليك تمضي على شيء ياخد كل أموالك يخليك تمضي على عقد بيع بالمؤسسة بتاعتك كلها ويتحكوا عليك الخمرة دي بتطلي في الكبت فخلي بالك إن القحليات دي بتطلي في الكبت نبين حكمة التشريع والبيان العلمي هنا له آفاق عديدة علماءنا الأطباء وعلماءنا في البعث العلمي لهم بيان ولهم آفاق عظيمة جدا إنما الطيبات لا الطيبات تخليك في سكينة الطيبات لصحتك الحلال لصحتك ويخليك تستمتع به ويخليك في أمان إذا حبيت تكون سعيد يبقى خليك مع الحلال هذه حلالا طيبة تستمتع به تبقى سعيد عايز السعادة خليك مع الحلال عايز الشقاء والضنك والمرض والنكت خليك مع الحرام وتقول كده ببساطة جديدة شوف الولد ده اللي وقع في الشيطان في صحبة سروق وشرب مخدرات وعن بص الوش وكده تبصت القهوة العزو بالله شكله كئيب ومش عارف يزبط كلام ولا يرغب إنسان في مجهلسته إنما الولد المصلي الزكي المستنير ده الله تحب تروج جنبه تحب تكلمه تحب تعمله لو أنت عايز تبقى سعيد خليك مع الحلال الشقاء يبقى مع الخبائس العياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى يبين الحكمة من إرسال الرسل وإرسال سيدنا رسول الله لما يهاجم سيدنا رسول الله يقول خلي بالك أنت بتهاجم اللي جالك بالرحمة أنت بتهاجم اللي بيدافع عنك أنت مش تعرف بتهاجم مين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعرفهم بالحقائق دي ومظاهر رحمته إيه وكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وبعدين ليس هذا فقط شوف ربنا سبحانه وتعالى لما هم اعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في إيه يعني لما ربنا يبعت رسول من البشر ما كان بعت لنا رسول من الملائك وليه ما يبعتش رسول من الملائك ليه الله شوف ربنا يقول الله أكبر سبحان من هذا كلامه هذه متعة عقلية والله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول بشر زينا مش كم بعت لنا كل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسول والله لو كان اللي على الأرض ملائكة كنا بعتنا لكم ملك لكن عشان أنت بشر فكي تتأسى الأسوة والقضوة والقضوة يبقى لابد يكون بشر زي يوكو عشان لما يكن تعرفوا بيأكل إزاي ولما يصلي يتعرفوا يصلي إزاي ولما يتكلم تعرفوا بيحسن كلامه يتكلم إزاي حتى تتيسر الأسوة به حتى تتيسر القضوة فلو أنتم ملائكة كنا وأرسلنا إليكم ملكا رسولا لكن أنتم بشر شوف الخطاب العقلي المقنع من القرآن الكريم أيضا ودي مسألة في غاية الأهمية بقى حبيبي في غا بل من أهم المهم إيه هي حكاية بقى الجنة والنار الناس تطلع عليك تقول لك يا جدع الخطباء دول عقادوا الدنيا كل شوية يقول لك عذاب القبر كل شوية يقول لك النار ياخذ كره الجنة هو اللي رغب بالجنة ربنا واللي أنظر بالنار ربنا بس إيه رأيك خلي بالك معي أسأل الله أن يفهم وأن يشرح صدورنا وقلوبنا وقولنا للفهم عنه ده علماء السلف بيقولوا في كده كلام عظيم جدا